وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتهوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحوام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور وحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والخمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله معل متقيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة هي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله وتزودوا فإن خير ازداد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناف أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أبلغوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غطور محيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو عشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب كنا مع تلاوة مباركة للقرية الشيخ فارس عزماند اشتركوا في القناة